مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم كده فطور صباحي ومزقت لكم كده بين طبخة يعني طبخة اليمنية والطبخ القزائري عملت لكم خبز المطلع القزائري أنا كنت أفكره مغربي لو طلع قزائري كمان تحياتي للقزائر وإن شاء الله أكون يعني لو شوية عملته نفس طريقتكم أكيد هو مش نفس الشي نفس الشي بس حاولت صراحة ومن ألد أنواع الخبز اللي بتقربوا أني أنصحكم أنكم تقربوا وشوفوا فيديوهات القزائريين اللي عاملينه اسمه خبز المطلع تمام؟ من ألد أنواع الخبز وعملت جنبه الفول بطريقتي أو بالطريقة المعتادة هنا صحيت الفقر وبديت أول حاجة أحضر العقينة عقينة الخبز أول حاجة أضفت كوب ونص من الدقيق الأبيض وأضفت كوب من الدقيق السميد السميد استخدمت أنا عندي سميد متوسط وكمان طحنته بزيادة بالطحانة أضفت ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر وربع ملعقة صغيرة من الملح تمام؟ وضفت كمان ملعقة صغيرة من البكنش بودر الآن بعقينه بماء دافي لأنه القوب استوى عندنا قليل بارد كده يعني القوب استوى بارد هنا عندي كوب ماء دافي بضف له ملعقة كبيرة من الخل وخلطه تمام وأبدأ أضيف للطحين يعني أعقين فيه ممكن شفوا يحتاج أكتر يعني أنا الصراحة استخدمت كوب واحتاجت كمان نص شوية يعني يمكن ربع كوب زيادة ماء دافي لأنه كمان السميد يتشرب فهمت ولازم تكون العقينة طرية وتتلصق باليد زي عقينة المعقنات والفطاير أهم حاجة أن العقينة تكون طرية لأنه لما تكون طرية تطلع حلوة ولازم تدعكو تمام تمام هما يطولوا في الدعك يعني يعقنوها ويخلوها تتخمر بعدين يضفوه للزيت أنا تقريبا خلاص أنا عقنته بعدين أضفت له ملعقتين من الزيت وكنت على ملعقة ملعقة وأعقن زي موضح لكم بالفيديو بعد ما عقنته تمام يعني أضيف الزيت وأعقينه تمام خلاص آخر شي ألمة طبعا لأنه يدي فيها زيت ما تتلصقش العقينة بس هي كتير طرية دهنته بالزيت وغطيته بسفرة أكل عشان تتخمر بالسرعة لأنه قد تكون القو بارد وكمان غطته يعني تمام وخلتها ترتاح لما تضاعف حجمة تقريبا أخذت مني ربع ساعة أو أقل شوية الآن إيش بسوي ببدأ أجهز الفول على بل ما تتخمر العقينة هنا عندي آلة البيض هذه كتير حلوة ومعايا من سنين الحمد لله وبس أسلق البيض فيها هنا عندي سمنة أنا استخدمت السمن لسمنة القمرية وأضفت عليها بصل مفروم ناعم وأضفت عليها بعد ما شوحت البصل أضفت سلصة طماطم وكمان أشوحه وأرش رشة من الكمون الحب لحلو يعطي طعم حلو وطبعا الفول يحب الثوم ويحب الكمون أضفت ثلاث فصوص من الثوم ممكن أنتم فص في الصين زي ما تحبوه بس الفول يحب الثوم أضفت ثلاث فصوص من الثوم وبديت كمان أحمصه تمام تمام مع الكشنة وبضيف كمان فلفل عروق فلفل أو فلفل مقطع شرائح أو ممكن تضوفوا عروق فلفل من غير ما تقطعوها وكمان طماطم مفرومة وخلوها كده تتشوح تمام تمام طيب الآن بضيف إيش بضيف ماء الفول إذا مش حابين تضوفوا عادي حطوا ماء شوية ماء عادي وملح وخليه تتسبك بزي ما الطماطم يعني يرتب شوية بعد كده ما حسيت إنه الطماطم داب بحط له فلفل أسود وبحط كمان مطحون وبدا إيش أهرس الطماطم بأي بكوب بقلص بعلبة أي شيء أهرسوا أنا عندي هذه الهراسة أهرسوا نعموا تماما الآن بضيف اللي هو الفول الفول المعلبة أني استخدمت وكزبرة بس عشان الطعم بعدين أنتم رشو الكزبرة آخر شيء بس لما تعملوها مع الكوشنة تطلع حلوة حطت الفول كده أقلبه كده قلبتين وأغطي عليه أخليه يعني ياخد الحرارة عشان أقدر أهرسه تمام الآن على بال كده متسبك الفول شوية عندي هذه العقينة شوفوا ما شاء الله كيف العقينة طرية طبعا بقصم العقينة إلى تلات كرات كبيرة أو نفس الحكم اللي أنتم حابرينه وبس بفرد بالسميد فقط طبعا أنا قلت لكم أنا سميدي متوسط وكمان طحنته بحق البهارات شوية نعمته تمام الآن خلاص قصمت كده تلات كرات ورشت عليها السميد وبخليها كمان ترتاح يعني ليش ترتاح عشان يسهل عليه أني أفرده بس شوية على بال أشوف الفول فين وصل هنا الفول خلاص بديت أهرسه طرى يعني وبدت أهرسه طبعا أنا نص أهرسه ونص أخليه لحبات عرفتوا أخليه حبات تقدروا تهرسه كامل أنا صراحة أقول لكم حاجة أنا ما حبش نطحن بالخلاط أو محضرات الطعام لا أفضل أنكم تهرسوه بأي شي بقلاص بكوب بأي بزبدية أو شوية زي التلوماء عشان القوام أنتم زيتشتوه قوام ثقيل أو خفيف آخر شي قلتكوب زي التلوماء وكمان فص من الثوم ورشة من الكمون وكزبرة خضرة وخلوه بس حق ثلاث دقائق على بال ما كمل الفرد شوفوا برجع عني للخبز المطلوع وبفرده الآن شوفوا ارتاح خبز المطلوع شوية بس يعني حق ثلاث دقائق خمس دقائق برجع شوفوا برش السميد وبرقع أفرده السرعة هو ينفرد لأنه العقينة طرية شوفوا ينفرد بيدي كمان قبت هذه الفرادة اليدوية بس كده عشان يعني أعدل الشكل ولا هو ينفرد باليد على طول شوفوا نفس كده موضح لكم بالفيديو وكمان بعد ما نفرضو نخليه يرتاح نخليه يرتاح يعني كده قليل حقمه يعني يرتاح انتم بتعرفوا كيف يعني حقمه يتضاعف شوية انتم لا تخلو النوش كتير يرتاح لأنه بعدين لما تحطوه بالمقلاء يرتاح مرة تانية يتضاعف حقمه فشوية هو بس يعني حق خمسة عشر دقيقة أو عشر دقائق يعني بس كده تحسو انه انتفخ خلاص انتم بتشوفو على بل كده مرتاح رح تسويت ايش الشاهي الحليب اني عملت كمية حق كوبين شاهي ما عملش اكتر طبعا هنا عندي اتنين كواب من الماء العادي تمام بحرات غرفة وعندي سكر حسب الرغبة ضيفو وملعقتين صغيرة مليانة من شاهي اللي يكون ناعم زي كبوس ليبتون اكسترا اللي يكون ناعم وخليه يغلي على نار عالية خليه يتسبك تمام على بل ما يغلي الشاهي يلا نسخن الطاواء والمقلة انا حاولت اجيب مقلة قريبة لشكل خبز المطلوع الجزائري هم عندهم يستخدم طاواء فخار او مرات تستخدموا الحديد الزهر تيجي فيها مثل الشوايا هذه زي الدوائر كده تعطي شكل وبدأ شيلوا بشويش الخبزة وحطوها على الطاواء يكون النار متوسطة تمام وبدأوا اول ما تشوفوها كده في بفقاعات عادي باي خلات اسنان او عود اسنان بعدوها زي ما وضح لكم كان بس تحمر اقلبوها الجهة الثانية اقلبو الجهة الثانية تحمر شوفو بعد كده يكون خلاص يعني قاهز ما ياخدش وقت كتير والان كده وقلبته شوفو كيف تحمر تمام طبعا مرات يوصل يعني ما يتحمرش تمام عادي اول شي خلو يستوي تمام وبدأوا يضغطو عليه انتم بتشوفو هنا بهذا الفيديو بعد ما قلبته بعد ما قلبته تحمر تمام من الجهة الثانية مرات ما يرضيش تحمر جهة تتحمر وقهة لا فبديت ايش طبعا هنا انفضل السميد الزايد وبدأ اضغط عليه متى اضغط عليه بس لما يستوي خلاص اشتي احمره اكون مش تضغطوه على وعادهم يعني تقلبوه على طول تضغطوه لا تضغطوه عليه لما قدوه خلاص بدأ يشيد واستوى عشان يكون تمام شوفو ما شاء الله روعة 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 طبعا هنا ما عنديش اني هيل فا استخدمت الهيل المطحون حق الحلويات صراحة كتير حلو استخدمته في الشاهي اخر شي اضيف الهيل مثلا الهيل وحلي بالشاي تقريبا على كلكم 3 ملاعق وخلوه على نار هاد اي غلي بس غلا خلاص طفوه النار هنا خبز المطلوع لما كنت اسويه كنت احطوه على فوطة مطبخ اغطيه ما تخلوه انوش مكشوف بعد ما برد كده شوية هدا خبز المطلوع بدأت اقطعه كده بشكل متلتات اش اقولكم الخبز روعة انتم شايفين مقرمش كده من برع كده تحسنه نحن يقولوا حاف شاحط من داخل طريق اني سويته دي المرة رفيع بس اذا تتذكروا مرة نزلت فيديو كان كده سمين كده خليته زل خمير كده لكن لا دي المرة خليته ارفع شوية يعني اني سويته رفيع بس انتم تقدروا كده تخلوه مثل البان كده سمين عادي والله لديده الان تعالوا احلى فقرة وهي فقرة التقريب او تقديم الاكل هنا حطيت عندي هذه الزبديات حق الفطور او المطايب حطيت الفول وحطيت علو كده مكعبات طماطم مكعبات بصل ابيض وكمان بصل اخضر عندي تمام وكمان حطيت الكزبرة اخر شي حطيت عليه زيت زيتون تقدروا تعملوه سمنة زيت سمسن بعضهم يسووه اخر شي شريح الليمون الله شوفوا كيف يفتح النفس من الصباح يفتح النفس والان الحمص طبعا طريقة الحمص موجودة بفيديو بحط لكم اياه اخر شي الرابط طريقة الحمص موجودة قدتكم اني حطه في علب احتفظ فيه عادي نستخدموه باي حاجة الفطار نستخدموه باي شي وما شاء الله الحمص مع الفول حاجة روعة وهنا شوفوه عشان تعملوه كده الشكل تحطوه الشوكا بالماء تحطوه على الببركك عشان تعملوه هذا الشكل اللي تشوفوه بالمطاعم وحطت عليه طبعا حبوب من الحمص كان معايا حطيت كمان لتزين فقط تعرفوا العين تاكل قبل الفم وزيت زيتون وهذا طبق الحمص اللي يفتح النفس وقدمت معه زيتون وطماطم وكمان بيض مسلوق وحاجة روعة وهنا قبناه ورصينا بدأينا خبز المطلع شوفوه هم ينطقوا كده المطلع ان شاء الله كنا يا اهل الجزائب ناطقتوا صح والله من قلد الخبز اللي قربته لذيذ جدا وممكن تفرزنوه عادي زي اللي كان باقي معايا بالفريزر كم حبا سخنته ويا سلام وأكلته صراحة مع جوبنا كده ولبنا وكمان مع شرح طماطم وخيار رهيب وهذا الشاهي الحليب اللي عدد الأمانة يصحيكم الشاهي العدني اللي كده لصي الكهرباء حقكم حق المخ لازم شوفوه تشربوه صح والله بقول لكم حاجة اني احب الشاهي الحليب اشربوه كده لوحده لكن مع الفطار احب شاهي حمر واضن اني قلت لكم في مرة كده فلوغ فطور الصباح وبس تعالوا ناخد كده من خبز المطلع وكده ناكل مع الفول الله ايش اقول لكم الطعم اني الان واني سجل لكم جوع وهذه طريقتي بالفول وكده اقدم دايما الفول انتم اكتبولي كيف طرقكم بالفول ايش تضفو له اضافات خلونا نحن نستفيد وكمان كيف تقدموه يعني طريقات التقديم للفول اني احب كده اقدمه ومرة اعمل الفول بعدين اعمل فوقه طبقة الحمص واقدم معا البيض يعني اعملو طبقات مخلطوش مع بعض بس طبقات كده يعقبني وانتم كمان شاركونا احنا عشان نستفيد بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم اشتركوا في القناة